دايما كان نفسي اعرف انتو بتعملوا الموضة ازاي يعني مثلا يعني نيجي على الشتا فيقولك موضة الشتا ده السنة دي مش عارفة البنطلونات اللي عاملة واسعة الجلد الكزا اللي مش عارفة ايه لا بالسنة الجاية بقى موضة الربيع بقت فاري كاليرفل حندخل في الواتفر يعني اكيد انتو بتعملوا موضة ازاي في مكاتب حول العالم شغلتها تعمل دوسيات عن الاسنين هايدي بتشمل لون السيارات لون الطولات لون التياب يعني هي شغلتها انو بتعمل ستيل لايش هايدي الشركات موجودة هي موجودة للناس اللي بيشتغلوا حول هالموضوع انو مشان لقماش مثلا بقولوا مثلا هالموسم يعني هني بكونوا اكيد عاملين خمس سنين لقدام يعني كل هيدا مدروسة على خمس سنين لقدام لايلا كل هالفبارك بدا تكون جابت صباغ جابت خيطان جابت انو بتلاقي لون الشارع كله انو صحيح هيدا تندانس يعني يعني بنروح للمحلات نلاقي مثلا السنادي اورانج فايه بقى اورانج السنادي اصفر هيدا اللي بيرودوا تندانس هني يلي بيعملوا هيدا لكل الفبارك اللي بيشتغلوا حوالى مشا حوالى الاندسترية كله انو حتى يكونوا محاضرين حالا ويكون عندهم مواد يلي تلبق للاسنين الشارع بس انت بتشتغل بنوع خاص جدا من الاخ مشا ولازم اقول ان ما يميز الحقيقة اليسا انا ما بلحق الموضة ولا مرة انت لا تلحق الموضة انت بتعمل الموضة ما قلت هيك انا بقلك انو في خط بالموضة اول شي بدي اقلك انو انا بقامن انو هالقيام ما في شي بقى اسمه موضة ما بقاش في حاجة اسمه موضة يعني ايه؟ لا لانو الموضة كانت بالسبعينات بالستينات بالثمانينات اذا بدك يعني كان مسلا درجة البدليفون كلناس تلبس بدليفون درجة الجربات العريضة كلناس تلبس هلا لأ فيها وفيها 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 يعني على كل انسان هو يعمل الموضة طبعا يعني انو ممكن تلبس جاكات من ماركة تنورة من ماركة تاني انو انت تعمل الهوية طبعي وهيدي جمال هالقيام انو تبرز شخصية الانسان اكتر لان اول شي الانسان لما يفوت على محل انو بيلاقيونه مع اللاقين مع بعضهم بيشتريونه بيطلع بس ما عندو التاتش طبعه يعني ما عملش شخصية ما عمل شخصية يعني في كتير ماركات بيلبسوا من العالم انو تلاقيها انو على العلاقة بتشتريها متل ما هني بتلبسوا للمرأة بس انو معنى الموضة هايدي بحزافيره ما عادت كتير موجوده وانا اولو مره فتت بالموضة لا يعني غمقت يعني لان انا بحب دايما انو غرادة تكون تايملس لا يعني تستمر لا ينتهي وقتها يعني هلا بكون بعشوات يعني بكون باعراس اللي بتعرف هالفستان هده فستان ستة مثلا البنت تكون بنت مثل الامر فستان جدتها اه انو انت اللي عمله اه اكيد يعني عرفت ادي حلو انك تحس انو يعني الفستان اللي عملته من 30 سنة يعني كأنه استثمار للمرأة اللي بسدته بنتها اما يكون فستان يعني برضو لا لما فستان على هالمستوى فستان يستنى لا هيدا هيدا فستان لازم يتورط يعني ما انو ايوه لا 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 هالمرحلة انو ما ما بتصور انو بخزانتك في فستان من ديزاينر بتحت رميل وممكن تفرط فيه حيا بيعودوا ما بنتفرطش فيه لا يعني ممكن تلابسيه لبنتك صح لاختك لما بعرف بس انك تفرط فيه ما بتصور واحد بفرط باشيه انو بسيطة بس بهايك اشيه بعدين هيدا الاشيه حيصير الى حيصير الى ايمة كتير اضافية لا هي لا ايمة فيها فيها تحس انو فيه لها قيمة عمل وشغل وناس استغلوا عليه نسوفي فستان الفنتج هلق بنيورك ده عم ينبيع يعني تبع الخمسينات وطبع الستينات كنت بتحب الموضة زمان بتاعت يعني موضة البلاك ان وايت الافلام مثلا القديمة كنت بتحب الشكل ده انا كتير بحب موضة الستينات والسبعينات يعني السبعينات لان ليه نقلت من الستين للسبعين كان فيه هيك شو بقوله انو علقت الصفحة كان من ابيض واسود لعلوان اعرضو بحب كتير هالسنتين تعرف الليه لان الشي كان الو ايمة كل شي كان الو ايمة قبل عيام البيض والاسود هلا انو ما فيه مزة شي ابدا اشتركوا في حالة انطلاق امشيات